سؤال يطرح نفسه الأئمة صلوات الله عليهم تركوا لنا ضوابط أم لم يتركوا لنا ضوابط إذا كان الأئمة ما تركوا لنا ضوابط فإذا سنكون بأجمعنا متساوين على اختلاف آرائنا معتقداتنا مشاربنا مسالكنا قولوا ما شئتم إذا لم تكن هناك ضوابط لا نستطيع أن نلوم أحدا إن ذهب يمينا في معتقده أو ذهب شمالا إن صعد إلى الأعلى أو نزل إلى الأسفل شرق غرب في أي جهة من الجهات لا يستطيع أحد أن يلوم أحدا الجميع متساوون وحينئذ لا نستطيع أن نشكل أو أن ننتقد المجموعة التي تحدثت عنها الرسالة لكن إذا ترك الأئمة لنا ضوابط ولا أعتقد أن عاقلا يخالف هذا هذه الضوابط في أي مكان نجدها لا بد أن نجدها في مكان معلوم معروف وإلا لا معنى للضوابط إذا كان الأئمة تركوها لنا ولكنهم وضعوها في مكان خفي الحكمة هكذا تقول العقل هكذا يقول المنطق هكذا يقول من أن الأئمة تركوا لنا ضوابط ولا بد أن تكون هذه الضوابط موجودة في مكان يستطيع الجميع أن يصلوا إليه وفي الحقيقة رسول الله هو الذي ترك لنا الضوابط إنه حديث الثقلين حديث الثقلين خزانة هذه الضوابط القرآن موجود بين أيدينا ما هو ببعيد عنا العترة إمام زماننا في هذا المقطع الزماني غائب عن أبصارنا ما بأيدينا من العترة حديثهم أين هو حديثهم حديثهم في كتبهم المعروفة المعروفة وهذا الحديث في هذه الكتب المعروفة يتبع أسلوبا واحدا في عربيته وبلاغته ولحنه ومعاريضه وفي كل خصائصه هناك بعض الخلل إنه الخلل البشري من الروات ومن الناقلين ومن النساخ ومن 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 لكن المسار الأعظم لهذه الكتب مسار واضح موحد إذا ما وزننا الأحاديث بهذه الموازين فإنها ستكون في أفق واحد فمحل الضوابط إذن ما بين القرآن وحديث العترة في الكتب المعروفة التي روت أحاديثهم إذا أردنا أن نبحث عن هذه الضوابط التي تركها لنا أئمتنا هنا هنا الضوابط إلا أن يقول قائل من أن الأئمة لم يترك لنا ضوابط حينئذ أصبح الأمر هراء في هراء وتساوى الجميع وهذا يعني لا وجود لدين وصدق يزيد حينئذ لعبت هاشم بالملك وهذا شعر ابن الزبعرى ولكن يزيد استشهد به هذا ابن الزبعرى من شعراء قريش ومن أعداء رسول الله إلا أن يزيد ابن معاوية استشهد به حينما قدمت قافلة السبايا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل حينئذ سيكون هذا المعنى إذا لم تكن هناك ضوابط وإذا كانت هناك ضوابط وقال قائل من أنها موجودة في كتب الفرق الباطنية في كتب فرق الغلات هذه الكتب ليست موجودة ليست متوفرة وأسلوبها أسلوبها يختلف اختلافا كبيرا عن أسلوب أحاديث أهل البيت وخطبهم التي تناقلها الناس في الكتب وفي غير الكتب في كتب الشيعة وحتى في كتب السنة أسلوب كتب الغلات يختلف اختلافا كاملا عن أسلوب أحاديث العترة في الكتب المعروفة لدينا والشيعة عبر القرون لا يستطيعون الوصول إليها ليس هناك من مانع يمنع يمنع النتيجة عندنا أئمة ونحن شيعة لا بد من وجود ضوابط وإلا فإن الأمور ستكون سائبة ولا بد أن تكون الضوابط موجودة في مكان قريب من متناول اليد وإلا لا معنى لوجود هذه الضوابط إذا كانت في مكان خفي إذن علينا أن نبحث عن هذه الضوابط إذا ما شخصنا هذه الضوابط حينئذ سنقيس كلام كتبنا ونقيس كلام كتب الباطنيين بحسب هذه الضوابط ونقيس الأشخاص أيضا إذا ما توفرت المعلومات والأسباب الكافية وإلا فإن الأشخاص ليسوا مهمين بالنسبة لنا بحسب منطق القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بالذي جاءكم بالأحاديث وإنما تبينوا الأحاديث وهذه الآية تخبرنا من أن ضوابط لابد أن نعود إليها هذا يعني أن الضوابط موجود وإلا كيف نتبين الموضوع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف نتبين المتن نحن لا نعبأ بالراوي نحن لا نقول من أن الراوي موثوق صادق إذا نقبل كلامه لا شأن لنا بالراوي أكذب الكذابين نقل الكلام القرآن يقول لا ترد خبره وحديثه وإنما تبينوا مضمون المتن كيف نتبينه لا بد من ضوابط لا بد من ضوابط القرآن هو الذي يدفعنا إلى تلك الضوابط هذا يعني أن الضوابط متوفرة بين أيدينا ولذا فإن النبي الأعظم أمرنا أن نتمسك بالقرآن والعترة لأن الضوابط هنا نذهب إلى فاصل